بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على عشر في المرسلين سيدنا محمد خواتم الأنبياء والمرسلين أهلا وسهلا بكم متابعينا العزاء إن شاء الله النهاردة مع موضوع جديد من موضوعاتنا الخاصة بتصميم المنشآت الخرصانية وهنتكلم إن شاء الله النهاردة عن تصميم القطاعات design of sections المعارضة إلى عزم وnormal force تصميم القطاعات المعارضة إلى bending moment and normal force سواء النormal force إلي حضرتكم شد أو النormal force ستكون ضغط مقدمة بس كده عشان نفهم يعني إيه المقصود بالقطاعات اللي عليها normal force وبending moment القطاعات دي حضرتكم بتحصل فيه long column اللي هي الأعمدة long وبتحصل فيه قطاعات المنشآت الكبيرة اللي بتولد عليها normal moment زي الفرنديل والقرش جيردر والفريمز لو إحنا استعرضنا بس كده صورة مبسطة لفريم ده شكل فريم عندنا هوقت وهنجد يعني هنجد من ناحية دي وهنجد من ناحية دي ولو أنا عندي مثلا uniform load أو حمل موزع موجودة على كامرة الفريم من فوق ده بس كده شكل مجسم لا الفريم عشان نتخيل إحنا بتكلم على إيه شكل الفريم ده العمود الأولاني وده العمود التاني وده حضرتكم كده الكاميرا بتاعة الفريم طبعا الطبيعي إن كامرة الفريم هتكون موجودة عليها البلاطة اللي شايلها فتاة كده جزء من البلاطة اللي شايلها اللي الكاميرا شايلها على يمين وجزء من البلاطة اللي الكاميرا شايلها على الشمال حضرتكم لو تفتكروا قبل كده لما كنا بنيجي نعمل ديزاين للكاميرات كنا بنشتغل أوقات على البي سمول اللي هو عرض قطاع الكاميرا وأوقات كنا بنشتغل على بي كابيتل اللي هو عرض قطاع الكاميرا منضف لي جزء من البلاطة اللي موجودة او البلاطة اللي الكاميرا شايلها. لو احنا بس كده استعرضنا شكل والنورمال فورس دياجرام للفريم ده. ده كده شكل طبعا الشكل ده هنتكلم بالتفصيل ان شاء الله فيه اه في اللي احنا نشرحها ان شاء الله في الفيديوهات اللي جاي على الفريمز. اه وده كده شكل انا بس عايز اوصل لحضراتكم او عايز بس نفهم كده مع بعض ايه المقصود او يعني ايه قطاع عليه مومنت ونورمال. دلوقتي حضرتك الطبيعي لما بتيكي تعمل ديزاين مسلا بنعمل ديزاين عند لو انا مسلا بتكلم على الرقم واحد اللي هو اللي هنا ده. اللي هو العزم الموجب اللي موجود في منتصف الفريم. رقم واحد. رقم واحد افترض ان عليه قيمة مومنت اسمها ام واحد. نفس ده عليه بمقدار بي واحد. تمام? ده بس كده مسميات عشان نعرف احنا نتكلم على ايه. يبقى رقم واحد حضرتك لما تيجي تعمل ديزاين ليه هتعمل ديزاين اللي هو ام واحد و الاشارة السالب او النورمال فلوس السالب اللي هو اسمها بي واحد. طيب لو انا جيت مسلا نصمم رقم اتنين اللي هو في العمود. تمام? طبعا الفريم اللي موجود قدام حضرتكو ده عبارة عن حاكتين عبارة عن عمود وعبارة عن كاميرا. ده العمود وده العمود وده الكاميرا بتاعة الفريم عشان بس المسميات دي نتفع عليها آآآ ولما نتكلم عليها بعد كده محدش التغبط. ده عليه قطاع عليه اسمه اتنين ونفس بالزبط عليه هنا في اسمه بسالب برضو اسمه ايه سالب باتنين ده نفس شكل رقم واحد رقم واحد اللي هو هنا ده احنا اتفقنا طبعا ده قطاع الكاميرا وده من قطاع الكاميرا لما حضرتك بترسمه بترسم معي جزء من البلاطة وده العرض اللي احنا كنا اتكلمنا عليه قبل كده وقلنا ده اسمه والعرض اللي من فوق اللي احنا كنا بنسميه بي كابيتل وده شكل المومنت طبعا المومنت عندنا موجود تحت يبقى الشد تحت والضغط فوق ده كده رقم واحد لكن طبعا رقم اتنين ده قطاع عمود يعني مش معي جزء من البلاطة يبقى حضرتك بترسمه قطاع مستطيل او ركتان جدار بالشكل ده عليه اسمه بي اتنين وعليه طبعا مومنت اسمه ام اتنين واتجاه عندنا الشد ناحية الشمال او الشد عندنا ناحية الشمال ده بس كده توضيح بالمقصود يعني ايه اللي هو القطاعات المعارضة الى مومنت ونورمال فورس المقصود بكلمة اكسنتريستي اكسنتريستي لو انا هترجمها كده ترجمة حرفية معناها ازاحة ان انا الحمل من الاخر كده الحمل ما بيقصرش عندي في النص طيب عشان برضه نفهم اه مش لازم ان احنا بس نقرأ الكلام دوت دلوقتي خلينا ان احنا نوضح الكلام دوت على الرسم دلوقتي حضرتك لو انت عندك قطاع عليه نورمال فورس في النص اسمها بي وعليه بالشكل دوت القطاع دوت ايه رأيكم لو انا حولته لقطاع مبسط شوية يعني ايه يعني انا لو شلت المومنت دوت خلص من القطاع انا عايزة بسط كده الدنيا وشلت المومنت فانا هعمل ايه هعمل اكسنتريستي يعني انا هعمل ازاحة عن الحمل دوت من السي جي مسافة مقدرها ايه الايه بتساوي مين مومنت على النورمال او النسبة بين العزمة على النورمال فورس الفكرة في الاخر ان انت بتحول لو انا جيت مسلا بسيط على القطاع ده وعايز ارجعه لاصله بحول القوة دي لقوة عزم بنقلها هنا بقوة اسمها بي وبنقلها بعزم مقدار بي في الايه تمام كده جماعة او الن في الايه مش هتفرق معي النورمال فورس حضرتك لو انت سميته ان او لو انت سميته بي مش هيفرق معانا المسمى بس المقصود بنقلنا او بي هو النورمال فورس اللي يبقى خلاصة الاكسنتريس ده اللي هو ان انا بعمل ازاحة للحامل بمسافة معينة المسافة دي بنسميها مين بنسميها ايه بحس في الاخر ان القطاع اللي عليه نورمال مومنت ده بي كافئ القطاع اللي عليه اه نورمال بس في ازاحة بمسافة معينة اسمها ايه ده كده لحضراتكم المقصود بالاكسنتريس دي عشان بقى نعمل ديزاين او تصميم لاي قطاع حضرتك سواء قطاع كاميرا بقى او عمود عليه مومنت ونورمال اول حاجة لازم يكون معنا جيفن اللاربو حاجات دول ايه هما الحاجتين الاولين دول هو البي والتي ده عرض القطاع وسمك القطاع بي والتي عرض القطاع وسمك القطاع اولا احنا ممكن نسميهم الكونكريت دايمنشنز او الابعاد الخرصانية للقطاع تمام؟ طيب ده كده البي وده التي عشان بس نتفق المسميات بعد كده المقصود بالبيها تماعة ده العزم البعد القطاع العمودي على العزم والمقصود بالتي بعد القطاع بعد القطاع الموازن العزم بمعنى ان حضرتك العزم ده كده موازن مين؟ موازن تخنة العمود الكبيرة فانا بسميها تي يبقى كل القوانين اللي جاية اي تي حضرتك تشوفها المقصود بها البعد الموازن العزم واي بي حضرتك تشوفها ده البعد العمودي على العزم وطبعا الامة والنورمال اللي هو انه هو العزم والقوة العمودية او القوة النورمال ده اللي احنا بنسميها او حضرتك ممكن تسميها يبقى لازم حضرتك عشان تعمل لازم يكون معاك الاربع حالات دول اللي هما الابعاد الخرصانية المطلوب طبعا عشان حضرتك تعمل ديزاين انك تطلع قيمة الاريا ستيل والاريا ستيل داش ده بس كده منحنة توضيحي عشان نوضح الحالات اللي ممكن يكون موجود فيها القطاع اللي حضرتك بتصممه سواء حضرتك بتصمم قطاع عمود او حضرتك بتصمم قطاع الكاميرا في فريم او انا مسلا بصمم قطاع عمود لونج كولم اي ان كان الكيس اللي انا بشغال عليها فين بالزبط ده كده شكل المنحنة اللي احنا ان شاء الله هنشتغل عليه يعني انا المنحنة دوت بالنسبة لك هو مش حفظ او حاجة وانا بس عاد حضرتك تفهمه عشان نفهم ايه هي حالات التصميم انا عندي اربع حالات للتصميم حالة او منطقة بنسميها زون اي منطقة بنسميها زون بي والمنطقة دي بنسميها زون سي والدين منطقة بنسميها زون دي طيب المنحنة ده عبارة عن محورين المحور الرأسي ده موجود في قيمة اسمها كي والكي ده عبارة عن البي التمت اللي هو قوة النورمال زي ما اتفقنا سواء حضرتك النورمال ده سميته بي التمت او سميته انه التمت مش هنختلف بس انا بتكلم دلوقتي طبعا على المومنت والنورمال الضغط ماشي يا جماعة اللي انا شغال عليه دلوقتي الجزء الاول المومنت والنورمال الكمبريشن القيمة الكي بي التمت اللي هو النورمال الكمبريشن على الف سي وفي البي في التي افكر حضرتكم المقصود بالبي العرض العمودي على العزم والتي اهو بعد القطاع الموازن العزم طب ده كده الخط الرأسي طب الخط الافقي اللي موجود عندنا موجود في قيمة اسمها كي في ال اي على التي مين اي دي يا جماعة اللي ايه اللي احنا لسه متكلمين عليها من شوية اللي اعبارة عن المومنت على النورمال او ممكن اقول ان القيمة دي عبارة عن اما التمت على الف سي وفي البي في التي تربية برضو حضرتك تاخد بالك ان المقصود بالتي هو الموازن العزم والبي هو العمودي على العزم في عندنا هنا خط احمر الخط الاحمر دوت اللي هو خط او الحد بتاع قيمة الكي اللي هو بتساوي اربعة من مية لو حضرتك قيمة الكي دي كانت بتساوي اربعة من مية او اصغر يبقى انا كده موجود في المكان او موجود في المنطق اللي هو اسمها مين اسمها دي تمام كده عشان بس بعد كده ما نطلق بطش في حالاتها تصميم يبقى اول حاجة حضرتك بتحسبها قيمة الكي من المعادلة دي وتشوف اذا كان قيمة الكي هي اصغر ولا اكبر من اربعة من مية والله حضرتك لو قيمة الكي اصغر من اربعة من يبقى انا شغل هنا في مين في زون دي. لوا كانت اكبر من ربعة من مية يبقى انا كده احتمال من ثلاثة يا اما زون اي او زون بي او زون مين سي. مين با اللي هيحدد معي المكان ب الظبط. نسبة اسمها الاي على الاي على لاي علي الاستخانة بتاعت القطاع الموزن العزب. ازا كان النسبة handy اصغر من خمسان مية يبقى انا هنا شغل في مين في الايه. وزا كان النسبة دي اكبر من نص يبقى انا هنا شغل في مين في سي. واذا كان النسبة دي تتراوح بين نص وبين خمسة مية يبقى ان هنا شغال في مين شغال في بي. ده كده الحالات المختلفة او المختلفة اللي احنا ان شاء الله ممكن نتعرض لها لاي اقطاع عليه مومنت ونورمال كومبريشن. زي ما انا قلت لحضراتكم الكرف دوت او الدياجرام دوت هو مش حافز هو بس على قد ان احنا بعد كده لما نيجي اه نحدد او اه اه نشوف احنا نشتغل في انه مكان او فانهي منطقة سواء اي او بي او سي او دي عشان بس ما نتخبطش. تمام? يبقى قيمة دي اصغر من اربعة من مية يبقى ان انا شغال في زيون دي. برضو حضرتك يعني عشان نفهم وما نحفظ الخطوات للتصميم اللي جاية بعد كده. كل حضرتك لما كان القطاع قريب من الخط الافقي اللي هو كل ما كان القطاع او المنطقة عندنا قريبة من الخط الافقي انا كده قريب من مين يا جماعة هنا ها قيمة المومنت صح? وكل ما كنت انا قريب من الخط الرقصي انا قريب من النورمال. ده معناه ان حضرتك كل لما كانت منطقة بتقرب من الخط الافقي احترامك للمومنت بيزيد. تمام? والعكس. كل ما كنت انا بقرب من الخط الرقصي احترامي القوة النورمال هيكون اكتر. تمام? بمعنى. مسلا لو انا عندي قطاع موجود في زيون درقم دي. عارفين يا جماعة ده هنعمل ايه في التصميم? هنهمل النورمال خالص? هنهمل قيمة النورمال اصلا خالص هتبدأ ان انا ما عنديش نورمال. على اساس ان القيمة هتكون صغيرة وهتكون غير مؤثرة. وهنعمل تصميم للقطاع على مين? على المومنت بس. تمام كده? طيب. لو انا مسلا شغال في زيون رقم ايه? العكس بقى. زيون رقم ايه? هتلاقينا بعد شوية في التصميم. بنهمل قيمة المومنت خالص? ونصمم القطاع على ايه? على نورمال الضغط بس. تمام? طبعا معنى كده ان انا كأن اشغال على شرط كولوم هو الشرط كولوم التصميم بتاعه. قادرتك لو تفتكر ان احنا كنا بنصمم قطاع العمودة على قوة ضغط بس. كنا بنسميها او ايان كان. صح كده يا جماعة? وزون رقم دي احنا كنا بنصمم برضو الكاميرات على المومنت بس. يبقى زون رقم ايه? ازا شورت كولوم. التصميم كأنه زي الشورت كولوم بالزبط. والزون رقم دي كأنه ايه? كأنه آآ بيم قطاع كاميرا. طبعا زون رقم بي وسي يعني يعتبر ايه بين الاتنين. واخد من هنا واخد من هنا. طيب. خلينا بقى كده نستعرض كل كيس فيهم بالتفصيل. اول خطوة طبعا حضرتك زي ما احنا لسه قيلين دلوقتي في الكيرب بتحسب قيمة الكي عشان تشوف انت اصغر من اربعة من مية ولا اكبر من اربعة من مية. الكي بتساوي البي او الانة على الاف سيو في البي في التي. الاحتمال الاول اللي ممكن يحصل مع حضرتك ان يكون قيمة الكي اصغر من كي اصغر من او يساوي اربعة من مية. ده معناه ان انا كده اشغال في زون رقم دي. المقصود بزون رقم دي. اللي كده قيمة المومنت عندك كبيرة جدا بالنسبة للنورمال فاحنا بنهمل النورمال خلص. تمام? اللي هو از ابيل. يبقى نجليكت. صمم بقى حضرتك بنفس خطوات تصميم الكاميرات اللي حضرتك عارفها. طب نستعرضها كده ونفتكر مع بعض. اللي هو القانون بتاع الديزاين دي بي سي وي سي واحد جزر الاما قلت متعالى الاف سي وفي البي. طبعا البي ديت عشان بس ما 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 نكونش كاتبين بي سمول وانت تيجي تتلقبط بعد كده في الاجزامبل. البي دي ممكن حركة تشتغلها بي سمول وممكن تشتغلها بي كابيتل زي ما احنا اتكلمنا قبل كده على حسب عرض منطقة الضغط. على حسب عرض منطقة الضغط. الدي طبعا هو التخيانة ناقص الكفر. ناخد بالنا بس هنا يا جماعة لان القطاعات اللي هي او القطاعات اللي موجودة في الفريم او الفرنديل او القرش بتكون ابعادها كبيرة. يعني ممكن التخيانة حضرتك تبقى مسلا بتكلم في متر تلاتين متر اربعين متر ونص ممكن توصل معنا كمان لاتنين متر وممكن اكتر من كده. فحضرتك لو التخيانة كانت اصغر من متر بناخد الكفر خمسين ميلي او خمس سنت كفية. لكن لو التخيانة اكبر من او يساوي واحد متر فافتخذ الكفر عند حضرتك ميت ميلي فانا اخد بالنا بس يا جماعة من جزء ايه دي. يبقى دي هو عبارة عن تي نقص الكفر زي ما احنا لسه قالين بخصوص الكفر هو. هتطلع حضرتك قيمة السي واحد وطبعا قيمة السي واحد دي ده الافضل انها لا تقل عن تلاتة. لو انا هتكلم بالزبط يعني خلانه اتنين تمانية وسبعية. يبقى قيمة السي واحد لا تقل عن اتنين تمانية وسبعين. لو قلت ده معناه ان الابعاد اللي انت شغال عليها بيو تي صغيرة جدا ما تقدرش تتحمل المومنتو النورمال ده. يبقى كده حضرتك حاجة من الاتنين. يا اما القطاع انصيف وتروح تزود ابعاد القطاع او ان احنا بقى نمشي بسكة ان احنا بنستغل بنشتغل على اريا ستيل داش او بنشتغل على كومبريشن ستيل. تمام كده? طيب بعد بعد حضرتك 부 relative كلما انطلع قيمة السي واحد وطلع قيمة الشيوimmersي بتحساب الارئية اس تيل بيساوي اما powب في الجيو في الجيو. طبعا الرقم هيطلع بالملي متر مربع. وطبعا ما ننسيش ان احنا نعمل تشiony على الارئية اس تيل مينيموم اللي هو بيساوي بوينت ليني او بينما جذر ف في كل يOSH علاء في الجيو في الجانب في الجيو. او حضرتك يمكن تشغل على معادلة Vadias till was being accused of becoming Banks والحديد طبعا احنا عارفين ان القطاع الكاميرا كنا بنحط الحديد ناحية BERU السهم او ناحية العزم او ناحية الشد فانا افترضت مسلا ده اقطع على الكاميرا هو وافترضت ان انا ديل السهم كده ده مجرد فرض يا جماعة انا مش معايا مسألة انا بس بشرح على خطوات وافترضت ان انا عندي القطوع او ديل السهم عندي جاي كده يبقى انا الناحية دي ناحية الشد ده احط الاريا ستيل والنحية التانية احط الاريا ستيل ديش ده فاكرين يا جماعة قيمة الاريا ستيل ديش كانت بكام واحد من عشر لاتنين من عشر ممكن حضرتك توصل لكام لاربعة من عشر في قطاعات الفريمز مفيش اي مشكلة تمام ده كده بالنسبة للاريا ستيل والاريا ستيل داش وطبعا احنا كنا متعاودين نحط افل الكالة ناحية الضغط ادل افل بتاع الكنه هو ناحية الضغط تمام وكنا في الكاميرات بنستقبل اشتغل على حديد اتنين فاي عشرة كل تلتمية ملي متر صح كده او ايا كان يعني انا ممكن اشتغل اتنين فاي عشر او اتنين فاي اتناشر الحتة دي يا جماعة اللي هي اتنين فاي اتناشر كل متين خمسين ملي ولا اتنين فاي عشرة كل تلتمية ملي دي هنتكلم عليها ان شاء الله في ملحوظة بعد لما نخلص حالات التصميم من مختلف يعني انت ممكن تشتغل البرندات او الحديد بتاع الشرينجش زي ما انت خدت قبل كده اللي هو اتنين فاي عشرة كل تلتمية ملي ما فيش اي مشكل بس طبعا يعني انا انا اوصد ان انا كاتب المتين وخمسين ملي بقيمة اتنين فاي اتناشر لسبب معان زي ما نقولت لحضرتك هنشرح ان شاء الله في اخر الفيديو الفرق بين الحالتين دول طيب بكده هكون خلصت لحضرتك الاحتمال الاولاني اللي هو زون رقم دي اللي هو التصميم از ابيب طيب اه لو كان قيمة الكي بقى حضرتك كده افتكر كده الكيرف معي لو قيمة الكي كانت اكبر من اربعة من مية لو انا بس كده عشان نفتكر الكيرف مع بعن او قيمة الكي لو كانت اصغر من اربعة من مية خلاص احنا كده خلصناها طيب لو الكي اكبر من اربعة من مية انا كده هكون في حاجة في طريقة من ثلاثة اي او بي او سي طيب مين اللي هيحدد النسبة اي على تي زي ما نقولت لحضرتك اي على تي لك انت اصغر من خمسة المية يبقى انا في منطقة اي لو كان اكبر من خمسة من عشر يبقى انا في المنطقة سي لو كان بين خمسة المية وبين خمسة من عشر يبقى انا في المنطقة بي. طيب خلينا كده نستعرض الكلام ده مع بعض. لو حضرات القيمة الكي طلع تكبر من اربعة من مية بقى نافزون اي او بي او سي. مين بقى اللي هيحدد. حضراتك بتحسب اه النسبة اي بتساوي المومنت على النورمال. وبعد كده بتحسب اي على تي او البي ايا ان كان انا بس مش عايز ان انا نثبت هنا في المقام يا جماعة اي على تي. اي على مين الموازن العزم اللي هو في الاغلب في الاغلب بيكون التي. على راك بتحسب اي على تي. والله لو كان اي على تي دوت اكبر من او يساوي خمسة من عشرة. يبقى انا كده شغال في مين في زون رقم سي. تمام? زون رقم سي ده يا جماعة المقصود بي بيج اكسنتريك سيكشن. بيج اكسنتريك سيكشن ده قطاع. القيمة بتاعت الاكسنتريستي فيه كبيرة شوية. طب هو انت عارفت من دينا باش ماندس. بص يا جماعة كده. ما هو معنى ان انا بقسم اي على تي تطلع اكبر من نص. لو انا كده اقول ضربته تلافين فاساطين. ان الاي اكبر من او يساوي نص تي. عارفين معنى ايه? معناها ايه? معناها الاكسنتريستي اكبر من نص التخانة. ايه ده? هو مش المفروض ان الاكسنتريستي دي مسافة هي ازاحة الحامل عن السي جي. معنى ان الاكسنتريستي اكبر من نص تي ان انا كده كمسافة الاكسنتريستي طلعت كبيرة جدا جدا لدرجة انها طلعت برق قطاع. صحي كده? برق القطاع. وهو ده اللي مكتوب حن عند حضرتك اهو. ان محصرة القوة تؤثر خارج القطاع. صحي كده? يعني انا ضغط بالنسبة لي خارج القطاع. فده بالنسبة لي القطاع اقرب لقطاع الكامرة منه لقطاع عمود. لو احنا برضو جده استعرضنا. شكل المنحنة. بص يا جماعة هنا. زون رقم سي. من الشكل ده كده حضرتك. قريبة مين اكتر? قريبة للمومنت اللي هو المنحنة الافقي. ولا قريبة للمومنت صحي كده? يبقى انا احترامه زي ما قلت باللمومنت هيزيد. صحي كده? يبقى انا برضو هحترام المومنت بس في نفس الوقت مش هاهمل قيمة النومنت. لا هيبقى في قيمة مومنت جديدة. هنشتغل عليها سواء اكبر او اقل من المومنت القديم. يبقى الزون رقم سي. برضو هيكون احترام من المومنت كبير. بس في نفس الوقت مش هاهمل النومنت زي مين زي زي رقم دي لأ ده انا هشتغل بطريقة معينة زي ما احنا هنشوف دلوقتي حالا يبقى المقصود ده قطاع فيه بتكون كبيرة وده معناه ان محصلة القوة اللي بي موجودة عندها حضرتك بتؤثر خارج القطوع فالقطاع بيكون اقرب برضو ان هو قطاع كاميرا من القطاع العمود اي ان جهة الخرصانة عليها ضغط وجهة عليها شد جهة من الخرصان عليها ضغط وجهة عليها شد زي ما نلسه قال لحضرتك هوا تمام طب هو اه اه الشكل دوت هو ابعاد القطاعه ده كده شكل ابعاد القطاع بي وتي ده كده البي وده كده التي وهنا نقطع عن نفس القطاع البي والتي تمام معنى ان حضرتك قيمة اكبر من نص تي الاكسنتريس دي يا جماعة اهي مش احنا اتفعنا ان هي مسافة بنقسها من السي جي بتاع القطوع لحد النورمال صحي كده طيب الاي على تي او لما قلنا من شوية اكبر من نص ده معناه ان اي اكبر من مين اكبر من نص تي صحي كده معناه ان قوة النورمال برا اهي يبقى كده قوة النورمال برا القطاع اي دي قوة النورمال اللي موجودة عندي فكده حضرتك لو انت عايز تحاول النورمال ده لعزم زي ما احنا تكلمنا في مقدمة الفيديو يعني اكسنتريستي عايز احاول القطاع دوت لقطاع مكافئ طب ايه رأي حضرتك لو انا نقلت النورمال دوت تحت خالص عند مستوى الحديد هنا لو انا عايز انقل النورمال ده تحت خالص عند مستوى الحديد تمام فانا بنقله زي ما هو بقوة وبنقلهم عزم صح? يبقى انا هنقل البي التمنت ده تحت خلص اهو نقلته عند مستوى الحديد ونقلته بعزم اهو نقلته بعزم قيمة العزم ده اسمه ايه اسمه اما التمنت اس احنا بس تديني هنا رمز اس على اساس ان ده مومنت جديد غير المومنت القديم اللي موجود معنا ماشي كده يا جماعة يبقى ايه اللي حصل اللي حصل ان انا الاكسنتريستا عندي كانت كبيرة فده معناه ان قيمة النورمان عندي برى القطاع اهو برى القطاع فانا بس عشان ابسط على نفسي في التصميم حولت النورمال دوت لقوة وعزم فانا نقلت النورمال دوت لحد مستوى الحديد تحت اهو ونقلت بقيمة مومنت تمام كده طب قيمة المومنت ده عبارة عن ايه عبارة عن النورمال في المسافة البي التمنت في المسافة طب المسافة ده انا نقلتها من فوق لتحت بي كام من عند النقطة دي اللي هو تأثير النورمال لبرى القطاع لحد الحديد تحت طب المسافة دي قد ايه المسافة دي عبارة عن اي زائد مين لحتة من هنا لحد برا تي على اتنين موتخنت القطع كلها اسمها ايه تي الحتة برا الحتة اللي هي من من الخط الاحمر اللي هو ده لحد برا كده يبقى مين تي على الاتنين صحي كده يبقى انا كده جبت المسافة من تركيز القوة لحد برا خالص طبعا بطرح منها مين بطرح منها الكوفر يبقى ده كده جماعة المسافة اللي انا هنا مسميها عند حضرتك مين تمام يبقى ملخص الرسم اللي حضرتك شايفوا ده هو هو تحويل القوة اللي هي لقوة وعزم اللي انا مسميها او اما التميت اس طيب وده اللي احنا لسه قلين اهو هنحسب مسافة جديدة اللي هي اكسنتريست جديدة اسمها هي عبارة عن اي زائد تي على الاتنين ناقص كفر عشان تحسب بقى العزم الجديد اما التميت اس هو عبارة عن مين القوة النورمال اللي عندنا في اي اس زي ما اتبقت معك يا جماعة من شوية النورمال سواء هتسميها او هنسميها بي التميت مش هنختلف على المسمى تمام هو ده العزم الجديد يا جماعة اللي انا قلت لحضرتكم عليه من شوية بعد اما حسبت الاما التميت اس صمم بقى حضرتك قطاع اقرب لتصميم الكاميرا تمام اللي هو عبارة عن ايه دي بيساوي سي واحد جزر اما التميت اس اما التميت الجديد على الاف سيو في البي والدي بيساوي اتخان ناقص الكفر لو اتخان اكبر من واحد متر خد الكفر بمية لو اصغر من واحد متر خد الكفر بخمسين اتحسب سي واحد وتحسب القيمة الجه بعد حضرتك هتعمل ايه هتحسب قيمة الارياس تيل بيساوي مين بيساوي الاما الاتميت على الف فيلد في في جه هنا جماعة ناخد بالنا اما ألتميت اس اما سعوة مستقبل بس كده هي عند больه الس يعني منسية اما التميت الجديد على الف فيلد الفي الدي في جه ناقصي تأثير النورمال بس عشان التسليح اللي عندنا مايطلعش كبير جدا جدا هناخد اى او هنطرح تأثير النورمال هو ان الاتميت على insider الاف فيلد على جوما ستيل الكلام ده هيطلع بالمليمتر تربية هتعمل تشكة على إليا ستيل مليم بنفس القانون بالضبط بتاع الزيون الرقم دي وبنفس الشكل هتحط الحديد ناحية العزم والنحط تانية إليا ستيل داش وبنشتغل حديد شرينكج اللي هو 2.10 كل 300 مليمتر وبرضو زي ما أنا قلت لحضراتكم هنشرح إيه المقصود بحيطة 2.12 كل 250 مليمتر هي طبعا دي أأمن شوية أنا بشتغل 2.12 كل 250 ملي دي أأمن شوية بس إن شاء الله بعد لما نخلص هنشرح إيه المقصود بالكلام ده كده أنا شرعت لحضرتك زون رقم دي وزون رقم سي طب الاحتمال التالت بقى عندنا لما يكون قيمة الكي أكبر من 4 من 100 وحضرتك اللي هو الاي على التي أصغر من 500 ده معناه يا جماعة معناه ان الاي على التي أصغر من 500 عن الاكسنترست صغيرة جدا 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 صحي كده الاي كده أصغر من 5 من 100 ده معناه ان قوة النورمال قريبة جدا جدا من السي جي صح ففي الآخر انت حضرتك لما تيجي تصمم بتصمم بتحترم مين أكتر هنا في الحالة دي بتحترم المومنت للنورمال أو كده أصلا مفيش اكسنترست تقريبا فده معناه انه مفيش مومنت هتولد تقريبا فده معناه ان حضرتك بتحترم النورمال أكتر اللي هو از ايه اشور تي كولا المعادلة لحضرتك عارفها اللي هي بي ألتميت بتساوي 35% زائد 67% في اريا ستيل البي ألتميت موجودة مع حضرتك اللي هي سواء مسميها بي ألتميت أو انه ألتميت مش هتفرق معنا طبعا يعني محدش تلقبت يا جماعة ويحط البي ألتميت دي بإشارة سالب هي لمعادلة دي المقصود بي البي ألتميت كومبريشن فورس بتحط القيمة عندك الموجابة القيمة العادية تمام الاف سيو موجودة مع حضرتك الاريا كونكريت موجودة بعيك وانت بتصمم قطاع مستطيل أبعاده بيف تي والبي والتي موجودة مع حضرتك والاف في اللي ده انت عارفها فاضلك بس هنا الاريا ستيل هتطلع الاريا ستيل من المعادلة وطبعا تعمل التشيك على قيمة الاريا ستيل مينيموم بس تاخد بالك بقى هنا حمل الحاجة هنا في الزون رقم اي از أشورت الكولم اللي هو المعادلة بوين 8 او 8 من 10 عل 100 فانчиنا جماعة بس من الجزئى دي القانون الاريا ستيل منيوم في الاعمدة او في الزون رقم اي بيساوي بوين 8 او 8 100 عل 100 في البي مستطلب وبرده تاخد بالك وانت بتعمل توزيع للحديد انت خلاص انت هنا اهملت وجود المموت بتوزع الحديد على اعتبار انه ان النورما الفورس او الانترنال الرس يموجودة عن ت حضرتك هو نورما فقط فكنا بنعمليها جماعة في الشورت كولم زي ما حضرتكم شايفين اهو بتوزع الحديد بانتظام حوالي المحيط القطاع عند الاربع اركان وبعد كده بتوزع بقى الحديد بانتظام حوالي المحيط القطاع وطبعا بتعمل الكانالة الخارجية وبتعمل فروع كانالات داخلية ده اللي انت كنت بتشتغل عليه في الشورت كولم المسافة بين السيخ والتاني في الاعمدة ما تزيدش عن متين وخمسين ملي المسافة بين فرع الكانا والتاني ما تزيدش عن تلتمية ملي متر طبعا يعني رجاء ان الناس تراجع قبل بس ما ندخل على الناس تراجع الديزاين بتاع الشورت كولم عشان بس يعني وانت شغال معي ما تطلخبطش او تبقى فاكر معي ايه المقصود بالي انا بقولو ده وانا هسيب لحضراتكم اللينك بتاع شرح الشورت كولم في الوصف اللي موجود اسفل الفيديو زي ما نلسه قال لحضرتك هو ان توزيع الحديد بانتظام على محيط القطاع لازم العدد يكون الزوجة طبعا وما يقلش عن اربعة المسافة بين الاسيخ ما تزيدش عن متين وخمسين والمسافة بين فروع الكاناة الداخلية ما تزيدش عن تلتمية ملي متر بكده يكون خلصت لحضرتك الاحتمال الثالث اللي هو الزون رقم اي الاحتمال الرابع والاخير عندنا اذا كان بقى قيمة الاي على تي اكبر من خمسة من مية واصغر من خمسة من عشرة يبقى انا كده شغال في زون رقم بي زون رقم بي دي الناس بتسميها الانتراكشن دياجرام او الانتراكشن دياجرام ده عبارة عن دياجرام او منحنيات موجودة في كتاب الدكتور شاكر بحيري تقدر حضرتك تطلع من المنحنيات ده بالتسليح مباشرة نوضح بس كده ايه المقصود ده بالكلام ده معنى ان ال اي علي تي يا جماعة اصغر من نص واكبر من خمسة ال meية ان كده الى اكسنترستي حصلت جوة القطوع او مسافة ال اي لسه جوة قطوع هي مش صغيرة وفي نفس الوقت هي مش كبيرة فتا معناه ان محصلة القوة لسه موجودة جوة القطوع فالقطع Language القطاع العمود منه لقطاع القمرة زي ما احنا تكلمده لو محصلة القوة كانت برا القطاع فده كده القطاع قريب لمين قريب للبيم لكن لو محصلة القوة لسه جوى القطاع فده كده اقرب لقطاع مين اقرب لقطاع العمود منه لقطاع الكامرة اي تقريبا كده يوغي على كامل القطاع عشان كده هنحتاج ان احنا نحط التسليح في أتجاه الناachu اري ос 7 اري اس 7 داش ونستخدم طبعا الانتر اكشن داي اجرام تمام زي ما انا لسه قال من شوية. ايه المقصود بقى بالانتر اكشن دياجرام ده كده الجزء اللي انا لسه قال لحضرتك عليه. المسائل الموجود جوه قطاعه هو مش صغير يعني مسافة الاي مش صغيرة. وفي نفس الوقت هي ما عدتش القطاع. فكده معناه ان النورمال الضغط او القطاع كده كله هو زي ما حضرتك شايف في القطاع كله كده لسه عليه ضغط. فانا كده هحتاج ان انا احط هنا اريا ستيل ناحية العزن او ناحية دي لسه. والناحية التانية اريا ستيل داش. في عندنا هنا مساف الاسمها دي داش. المسافة دي انا وبتاعة الا احد الكافر بتاع بيداح داي بني اخده حوالي خمسين المنحنيات اللي موجودة في كتاب الدكتور شاكر موجودة من صفحة jeathec.ashik.합니다. لحد صفحة ربعمائة خمسة وعشرين. اا طيب انا هادخل في اني صفحة تحديد الصفحة بيكون على حسب تلاث حاجات. على حسب وفيه منه ثلاث قيم. في صفحة تلتمائة باستين. وفيه عندي دايجرام او في عندي منحنيات ربعمية او في عندي منحنيات ماتين وتمانين. ده كده اول فاكتر عندنا عشان احدد الصفحة. على حسب معامل بنسميه الفا. ايه بقى المعامل ده? ده نسبة الحديد السنوي من الحديد الرئيسي. يعني الحديد السنوي ده وتقدي ايه من الحديد الرئيسي? اه لو انتوا تفتكروا كده مع بعض من شوية في اول الفيديو كنا بنقول ايه يا ستيل داش بيساوي كما جماعة? ها في الكاميرات اللي هو زون رقم دي من واحد من عشرة لاتنين من عشرة ايه صحي كده? النسبة دي من واحد من عشرة لاتنين من عشرة هي دي نسبة بنسميها ايه الفا? لكن طبعا الالفا هنا ما بتبقاش واحد من عشرة لاتنين من عشرة الفا او نسبة الحديد السنوي من الحديد الرئيسي وانا شغال في بتبقى تقريبا قريبة من واحد. تمام? يعني حتى الكيرفات او المنحنات اللي موجودة في كتاب الدكتور شاكر البحاري موجود عندها اا او موجود فيها قيمتين. موجود قيمة الالفا بتمانية من عشرة موجود قيمة بكام بواحد. طب هو انا اصلا صممت عشان اعرف النسبة? لأ لسا ما صممتش طب هنعمل ايه? حضرتك الاسهل ان احنا نفرض قيمة الالفا بكام بواحد. يبقى كده تاني فاكتور عشان تحديد الصفحة اللي هو الالفا احنا هنفرضها على طول بكام بواحد. واول فاكتور اللي هو مين? اف جلد وطبعا كده كده حضرتك هتكون عارف اف جلد اللي انت بتصمم عليها بكام. تالت فاكتور موجود معنا معامل كده بنسميه ابسلان او ابساي اي انجان يعني مش هنختلف على المسمة. الصفحة اللي موجودة في كتاب الدكتور شاكر موجود فيها قيمتين. موجود قيم تمانية من عشرة موجود قيم تسعة من عشرة. طب المعامل دوت اجيبه ازاي? هو عبارة عن تي ناقص اتنين كفر على تي او ممكن تقول دي ناقص دي داش على تي مش هنختلف. طب هو تي ده اصلا عبارة عن ايه? مش التي ده هو عبارة عن تي ده عبارة عن زائد كفر صح كده? التي ده هو عبارة عن زائد كفر صح? فسوى حضرتك اشتغلت على المعادلة الاولية او المعادلة التانية مش هنختلف يا جماعة كده صح وكده صح. تمام? وطبعا زي ما حضرتك شايفه هو يقرب دائما للاصغر. يعني الرقم ده مسلا ابسل لو كان طالع مسلا ستة وتمانين من مية بحركة تسعة وتمانين من مية تقربوا برضو الافضل لتمانية من عشر. ماشي? امتى خلقتش ساعة لتسعة من عشر او طالع تسعة من عشر صريح او اكبر من تسعة من عشر. ده كده بالنسبة للمعامل التالي. تمام? طيب حضرتك حددت الصفحة بناء على التلات معاملات اللي هو الفيلد والالفا والابسلن. هنشتغل بعد كده ازاي? ده كده شكل المنحانات اللي موجودة في كتاب الدكتور شاكرا. ده شكل المنحانات. كي بيساوي البي to the wing. والامة to the wing of 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 the inch of the wing of the wing of the wing and the wing. او في calicit. الفاكرينة جميع عن المنحانات. ده المنحانة اللي احنا شرحيناه في اول الفيديو. ده المنحانة ال هو التوضيح اللي احنا قسمنا في الزيوات اللي احنا شرحناه في اول الفيديو. تمام? طيب حضرتك بقى بتعمل اي من هنا. المنحانات دوت موجود في كرفت كده زي معریک شايف? كل كيرف موجود عنده قيمة اسمها رو يعني هنا رو بي سوى واحد رو بي سوى اتنين تلاتة اربعة وهاكس فانت بتعمل ايه بتحسب قيمة الكي في الاي على تي او اما انتمت على الف سي وفي البي في تي تربيع بتشوف انت فين هنا وبتحسب قيمة الكي او انت قريدي اصلا كده 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 حاسبها بتمشي خط افقه وتطلع خط رأسي لحد ما جيب التقاطع مع بين الخطين وبعد كده حضرتك بتستنتق قيمة الروب كي والله لو حضرتك وقعت على منحنة بالزبط بتاخد قيمة الروب بتاعتها لو قعت بين منحنين بتقرب يعني مسلا لو انا افترضت ان انا هنا اهو ده كده واقع بين اتنين وبين مين تلاتة تقريبا يعني اتنين ونص مسلا او اقرب لو هو اقرب تلاتة مسلا بشوية اتنين وستة من عشرة اتنين وسبعة من عشرة تقريبا تمام كده يبقى حضرتك بتطلع من المنحنة اللي انت هتشتغل عليه في كتاب الدكتور شاكر قيمة اسمها رو تمام بعد ما اتطلع الروب طبعا لا تقل عن واحد ده الروب مينمم بالنسبة لنا يعتبر واحد يعني لو قيمة الروب اللي طلعة من المنحنة اصغر من واحد حضرتك بتخدها بكام بواحد بعد كده بتحسب قيمة المياه بيساوي رو هنبيبقىmana يبحث نسبت التسليح الميه هو نسبت التسليح بيساوي الرو اللي انت طلعتها من المنحنة في او في عشرة اسصيلة بربعة areal حديد بيساوي مين ال ket meάä thanks reallyнет ela مساحة التسليح الرئيسي. لو انا عايزة اطلع احنا رسه قاعدين ان اليسا تعرين هو عبارة عن الفة في اريا ستيل صحي كذا? اللي هي اللي احنا افترضناها من شوية. اهو اريا ستيلش داش هو عبارة عن الفة في اريا ستيل و احنا افترضنا الالفة بيساوي كم بيسايا واحد فده معناه ان اريا ستيل زيت بيساوي اريا ستيل. بعدéd حضرتك طبعا ما تطلع للتسليح بتعمل التشيك على اريا ستيل يلمون بس تنخد إلينا يا جماعة من حاجة صغيرة. لما تيجي تعمل تشيك على بتحسب حاجة اسمها اللي هو مجموعة تمام? يبقى هو عبارة عن زي وتقارن اللي هي بتاعة الاعمدة لان احنا قلنا القطاع اقرب للعمود. بوين تمانية او التمانية من عشر على المية في البي في تي. عندي هنا توكيس. يا اما اكبر من اكبر من اي لسي المنوم اوكي. تبقى حضرتك كده بتشتغل عن ايريا سيل ماهص loop من اين الناحية الثاني ايريا سيل داش. top لو حصلوا كانت اصغر. يبقى كده حضرتك تشتغل على المانمم. طب لما تيجي تسلح على المانممم بقى für مانت عايز توزع الماني من ده على المانممم وانا بتاخد نصصôtع الاس Eckй وذلك تفضل على المانمم. ماشي كده جماعة. يبقى لو كان قيمة اكبر من مانمم مانمم تمام. وتضع الاس ceil وتضع الاس Koop داش في ما كانوا. طب لو كان قيمة الاليا ستيل توتل اصغر حضرتك بتسلح على مينموم وبتحط نص المينموم عند الاليا ستيل والنص التاني هو اليا ستيل داش. ده كده بالنسبة للدزاين بتاع اه الانتر اكشن دايجروم او زون رقم بي. الملحوظة بقى يا جماعة احنا كنا اتكلمنا عليها واحنا بنشرح اللي هو الشرينكش بار. في عندنا حاجة اسمها شرينكش بار. ايه الشرينكش بار دي? اللي هي السياخة الانكي ماشي. دي بتشتغل على قطاع كاميرا بتحط حديد شرينكش. اه امتى بحطه? لو الكاميرا زاد سمكة عن كام سبعمائة مل. طب لو قال لي سمكة عن سبعمائة لازم احط? لأ طبعا. يعني ممكن محطش? اه طبعا ممكن محطش. لو حطيت مش غلط بس انا مش محتاجها. تمام? يبقى لازم قطاع الكاميرا السمكة زادة عن كام سبعمائة مل متر. قيمتها اه انت عارفها طبعا هي اتنين في عشرة كله تلتميت ميلي. لكن عشان بس نكون بس ايه? يعني الرقم دقيق. هو قيمتها المفروض تمانية في المية من الايليا ستيل. هي في الاخر بتبقى قريبة من الاتنين في العشرة او اتنين في اتناشر بيت كتير قوي. تمام? لكن برضو عشان حضرها بتعرف النسبة بتاعتها المزبوطة اللي موجودة في الكود المصري. تمانية في المية من الايليا ستيل. تمام? وتأخذ طبعا اتنين في عشرة كل مسافة مخطرة الكام تلتميت ميلي متر. انا الفريم ده كان فيه منه كاميرا وفيه منه عمود. لو انت بتصمم الكاميرا حضرتك بتحط فيه حديد شرينكش. تمام? طيب لو انا بصمم العمود حضرتك فيه حاجة اسمها او حديد انبعاك او حديد طولي. دي اسيخ اسمها اسيخ انبعاك جانبية. توضع في قطاعات الاعمدة المعرضة الى نورمال مومنت. تمام? فاكرين قطاع الفريم اللي احنا اشتغلنا عليه في اول الفيديو. قطاع العمود ده. قطاع العمود نفسه. احنا قلنا الفريم هو عبارة عن عمود وكاميرا. قطاع العمود دوت لو عليه مومنت ونورمال. وحضرتك حطيت التسليح في ناحية. والناحية التانية قليل يا السلداش. طب انت في النص كده هتسيب القطاع فاضي? لأ. هنعمل ايه بقى? لما يكون عندك عمود بتشتغل اتنين في اتناشر كل مسافة مقدارها امتين وخمسين ملي. سواء ان القطاع دوت سمج وزاد او قلعا كما يا جماعة عن سبعمية ملي. انا مش مرتبط خالص بالسبعمية ملي. اللي هو الشرط بتاع تمام? وطبعا ده قطاع عمود. فلازم حضرتك تربط الاسياخ ديت بفروع كهنات داخلية. والمسافة بين فروع كهنات ما تزادش عن كام تلتمية. يبقى خلاص انا بتعامل مع قطاع كأنه قطاع ايه عمود? هو من الاخر يا جماعة مش قطاع العمود دوتين مسافة بين الاسياخ ما تزادش عن متين وخمسين? عشان كده حضرتك انا بشتغل اتنين في اتناشر. هما بس بيسموه اسياخ مباعاك على اساس. ان انا مسلا لو ما حطتش الاسياخ دي. لو انا عندي قطاع عمود مسلا سمك ستين سنتي او سبعين سنتي او تمانين سنتي. انت حاطت لاسياخ في الاول اسمها الياستيل واسياخ في الاخر اسمها الياستيل داش. لنتيجة ان القطاع اصع عليه. طب ما كده المسافة اللي في النص دي الخرصانة الكبيرة اوي دي ممكن يحصل لها عشان كده بنسمى الاسياخ دي اسياخ مباعاك جانبية عشان تحافظ بس كده على على جانبي العمود من الامباعك. ماشي كده يا معه هو ده الفرق حضرتك بين وطبعا الكلام ده بالتفصيل هيوضح اكتر مع ان شاء الله الامثلة. كده احنا خلصنا الجزء الاول من الفيديو بتاعنا اللي هو تصنيم القطاعات المعرضة الى مومنت ونورمال كومبريشن. دلوقت هنشتغل على تصميم القطاعات المعرضة الى مومنت ونورمال تنشن. اللي هو النورمال عندنا شرق. بنفس برضو المعطيات بالزبط لازم يكون موجود مع حضرتك المومنت والتنشن. هنا بقى القوة بنسميها تنشن. تمام? تمام? خطوات التصميم رقم واحد بنحسب الاي. مين الاي بقى ده? طبعا خطوات التصميم إننا يا جماعة مختلفة عن هناك. بنحسب هنا حاجة اسمها الاي اللي هي الاكسنتريست Nejct resolvised تمام? وبنحسب حاجة اسمها اي مانيمون. مين المانيمون دي؟ دي اصغر اكسنتريستي. اصغر حضرتك لازم تشتغل عليها. المكسموم من اصغر اكسنتريست يساوي الكبير من حاجتين. خمسة من مية من التخانة طبعا البعد هنا المقصود بالموازي العزم أو 20 مليمتر يبقى E minimum maximum من 5 من 100 من T أو 20 مليمتر الاحتمال الأول لو كان قيمة E أصغر من E minimum ده معناه أن القطاع تقريباً ما فيهوش إكسنتريستي صح E أصغر من E minimum يعني E صغيرة جداً 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 فده معناه أن القطاع تقريباً ما فيهوش إكسنتريستي يبقى إهمل يعمل قيمة المومنت خالص ويشتغل على مينة على التنشن بس أو النورمال بس بتصمم بقى حضرتك قطاع على تنشن بس عشان تحسب الارية ستيل بيساوي T ألتميت أو التنشن ألتميت على الاف فيلد على جاما ستيل ده كده مساحة الحديد وبتوزع الحديد بانتظام على محيط القطاع عشان طبعاً القطاع عليه تنشن بس طبعاً حضراتكم يا جماعة القطاع اللي عليه بيور نورمال سواء تنشن أو سواء كومبريشن حضرتك بتوزع الحديد بانتظام على محيط القطاع طيب الاهتمال ده كده الاحتمال الأول لأنه كده يعتبر أهملت المومنت خالص وصممت على النورمال التنشن الاحتمال الثاني لو كان قيمة الإي أكبر من الإي منيوم الإي عندنا كده الإكسنتريستي كبيرة يبقى أنا كده لازم أحترم المومنت تمام بتحسب حضرتك الإي على T برضو هنا المقصود بالT المنازل لعزة عندي احتمالي؟ يا إما قيمة الإي على T تبقى أكبر من نص وتبقى سميها Big Accentريستي أو Big Accentric Section أو إن الإي على T تطلع أطغر من نص بس فبسميها Small Accentric Section طيب يعني إيه يا جماعة إن الإي على T تطلع أكبر من نص؟ ده معناه إن الإكسنتريستي كبيرة صح؟ إكسنتريستي كبيرة ده مع لأن هنا من المعادلة إي أكبر من نص T فكده قوة التنشن برضو خرجت برق قطوع صح كده؟ عشان بس ما نجيبش الرسمة ولا أخبط حضرتكم بين الكيس دي وبين الكيس بتاعة الكمبريشن دي نفس الحالة بتاعة الزون رقمسي بالزبط نفس الحالة مع الفرق بس في حاجة إن هناك كنت أنا شغالة على Normal ضغط أنا هنا شغالة على Normal A نورمال شد فهتلاقي بس هنا بعض الإشارات متغيرة الإي أس هنا عندنا بتساوي الإي ناقص هناك كان الإي زائد T على الاتنين ناقص كفر هنا إي ناقص T على الاتنين زائد الكفر بتحسب إما Ultimate S و إما Ultimate S بيساوي التنشن Ultimate في الإي أس بتدخل في المعادلة بتحسب C واحد وتحسب G وبعد يكده بتحسب الإرياس تيل بيساوي إما Ultimate S على F5 دي في الجي هناك كنا بنقول ناقص ده في زون Z في الكمبريشن دلوقتي يقول إي زائد يبقى فيها عندنا حضرته الثلاث إشارات متغارين قد الإشارة الأولى وقد الإشارة الثانية وقد الإشارة الثالثة عشان بس أحرك وانت بتذكر وانت تتخبطش يبقى الاحتمال ده الإي عاد T لما يكون أكبر من نص في الكمبريشن أنت عرفته في التنشن نفس الكمبريشن بس تغير الثلاث إشارات دول السلب دي والموجب هنا وهنا الموجب هناك هتكون سلب ده كده يا جماعة بالنسبة لإحتمال التاني اللي هو الإي عاد T أكبر من النص وده شكل توضيحي للكلام اللي إحنا لسه قلنا هو إن التنشن ده خرج بره القطاع خالص التأسير التنشن ده خرج بره القطاع خالص لإن الإكسنتريست عندنا هو كبيرة فأنا عايز إن أنا أدخل إكسنتريست دي دي دجوة القطاع أو أنا عايز إن أنا أنقل القوة دي لقوة عزم فأنا نقلت القوة دي لحد جوة هنا هو بتنشن تمام؟ طب بنقلها بعزم عبارة عن إيه بقى عبارة عن التنشن في الإي إس الإي إس الجديدة اللي هي المسافة دي اللي هي المسافة من هنا لحد هنا طب الإي إس بعد يعبار عن إيه جماعة أهو من البرة من التنشن الأديمة لحد المكان الجديد المسافة دي عبارة عن إي عبارة عن إي هطرح منها T على الاتنين هطرح منها تحت وارجع زود ميل الكفر عشان أوصل لمستوى الحديد تمام؟ وطبعا تعمل تشك على الاريات المنومم بقانون الكاميرات العادي بوينت اتنين اتنين خمسة جزر الاف سي وعلى الاف فيلد في البي في الدي طبعا هو اللي خلاني ان انا اشتغل على الكاميرات لان انا كده يعتبر عندي برا القطاع التنشن ده كده عندي محصلة قوة التنشن برا القطاع فده كده اللي خلاني ان انا اشتغل اقرب للكاميرا لان كده هيبقى في جزء من القطاع عليه ضغط وجزء من القطاع عليه شد فان كده هيكون اقرب لتصميم الكاميرا اللي هو إلياس من من بتاع الكاميرات وحضرتك بتشتغل على شرينكش بار لو التخانة كان اكبر من سوفمائة ملي متر بتشتغل اتنين فى عشرة كل تبتمائة ملي طبعا حتة الشرينكش او بار احنا اتكلمنا عليها من شوية ده كده بالنسبة لاحتمال اللي هو اي على تي كان اكبر من او يساوي نص اللي احنا بنسميه طب لو كان الاي على تي اصغر من نص اللي هو معنى كده يا جماعة ان قوة الشد موجودة جوه القطاع يبقى كده القطاع تقريبا كله حصل عليه شد قوة الشد هي جوه قطاع دي المسافة تمام لما يكون اي عادي اصغر من نص ده كده هو مسافة اي وادي قوة فاحنا بنعمل ايه بننقل التنشن دية لتنشن فوق وتنشن تحت يعني انا كاين عايز المحصلة دي انقل جزء منها فوق اشوف تأسير فوق قد ايه وحط له حديد اسمه اريا ستير اتنين واشوف تأسيرها تحت واسمي اريا تمام طبعا هو تحت هيكون اكتر من اتنين على اساس ان المحصلة اريبة من اريا ستير واحد تمام فبنحسب مسافة اسمها ايه المسافة اسمها ايه هي المسافة من المحصلة لحد اريا ستير واحد وبنحسب مسافة اسمها بي هي المسافة من المحصلة لحد اريا ستير اتنين طب الايه هنا من الرسمة يا جماعة بتساوي مين المسافة من السنترويد لحد برا اسمها تي على الاتنين لو انا طرحت الكفر انا عايز احسن المسافة من دلوقتي ايه يبقى تي على اتنين هي المسافة كلها. لو انا طرحت ال اي وطرحت الكفر كده انا جبت ال اي صح? يبقى ال اي هو عبارة عن تي عن الاتنين ناقص القفر ناقص ال اي. طب لو انا عايز احسب ال بي ها ال بي دي عبارة عن مين? هي عبارة عن المسافة من هنا لحد مستوى الحديد صح? هي عبارة عن من تي عن الاتنين? هطرح الكفر من فوق وهزود ال اي من تحت او هطرح الكفر من فوق وهزود ال اي من تحت. ده كده المسافات اي بي. هتحسب حضرتك التنشن الواحد وتنشن اتني. تنشن واحد بقى هو عبارة عن مين? هو عبارة عن تنشن اللي هو الكلي النورمال الكلي او الشد الكلي مضروف المسافة البعيدة اللي هو كأنك بتجيب كده كده كأن انت عندك هنا حمل مركز وعايز تجيب تأثير حمل مركز عند الصبورت ده وعند الصبورت ده. كنت انت بتحسبها كده تقريبا نسبة وتناسب الحمل في المسافة البعيدة على طول الكل. تمام? فانا عايز جابتجيب تأثير هنا وهو عبارة عن تنشن في المسافة البعيدة اللي هو على إي زائد بي. ولعكس عايز تجيب التنشن رقم اثنين هو عبارة عن الحمل اللي هو في الandy على اي زائد البي. تمام? معك تنشن واحد هتحسب له هتحسب له بيساوي تنشن واحد عالا الفيلد على جوما ستيل مع ك تنشن اثنين هتحسب له اي تسلى اثنين بيساوي تنشن اثنين على فيلد على جوما ستيل. وتحط خضرتك قيمة التسليح اللي تحت والتسليح اللي فوق. ولو حضرتك شغال كان القطاع ده وتحصل في قطاع الكاميرا. هتحط في لو المسافة كانت التخانة اكبر من سبعمائة ملي متر. بتحط اتنين فاي عشرة كل ترتميت ملي. ولو القطاع ده وتحصل او لو الكيس دي حصلت في قطاع عمود حضرتك بتحط او بتستخدم اتنين فاي اتناشر كل متين وخمسين ملي دلالة بسميه ده كده الكيس التانية والاخيرة اللي هو القطاع المعرض الى مومنت وتنشن. بكده اكون خلصت لحضراتكم المقصود بالإكسنتريك سيكشن. احنا قسمناها لحاجتين. تصميم قطاعات معرض الى مومنت ونرمال ضغط. ودي كان لها اربع حالات الهوازون اي وبي وسي ودي. وتصميم قطاعات معرض الى مومنت ونرمال شد. في الاول بتشوف الاكسنتريستي لو كانت اصغر من المينمم بتصمم على التنشن. بس لو كانت اكبر من المينمم كان في عندي حالتين. اما يكون اي عالتي اكبر من نص او الاي على التي اصغر من نص. ده كده بالنسبة للحالات الخاصة بالإكسنتريك سيكشن. وان شاء الله في الفيديو اللي جاية على طول هنشرح او امثلة على سواء النرمال ضغط او النرمال شد. اتمنى في النهائي ان كده الموضوع يكون واضح. ولو في اي استفسار او اي سؤال ممكن تبعتولي ونحاول ان احنا ان شاء الله نتكلم فيه في الفيديوهات اللي جاية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.